اربعة مساهمات قدمتها مجموعة الصين للإعلام لمقاطعة هبي الأولى كانت عبارة عن مبلغ مائة مليونيوان من مخصصات المال العام لخدمات الضمان الاجتماعية وقد تبرعت به لفائدة عائلات الضحايا الذين عملوا على الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء لأولئك الذين ما زالوا يعملون على الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء الثانية كانت عبارة عن خدمات الإعلانات المجانية بقيمة 500 مليونيوان صينية وذهبت لفائدة 30 إلى 50 شركة من مقاطعة هبي لمساعدتها على الإعلان لعلاماتها التجارية وللمساهمة في إنعاش وتنمية الاقتصاد في هبي أما المساهمة الثالثة فقامت فيها مجموعة الصين للإعلام بمكافأة الشركات المدرجة أسماؤها ضمن مشروع العلامات التجارية الصينية لتقوية الوطن التي تبرعت بمساعدات مالية لهبي لمساعدتها في عمليات مكافحة الوباء مقابل خدمات نشر إعلاناتها مجانيا لتعزيز شهرة علاماتها التجارية بقيمة مليار يوان صينية أما المساهمة الرابعة والأخيرة فهي تخصيص قيمة مليار ونصف يوان صينية لإعلانات تجارية تقدمها مجموعة الصين للإعلام لشركات المدرجة أسماؤها ضمن مشروع العلامات التجارية الصينية لتقوية الوطن لدعمها في أعمالها الخيرية ولتشجيع شركات أخرى للتبرع لهبي هذا وقد تبرعت الشركات المذكورة سالفا بحوالي مليار ونصف يوان صيني نقدا وبمواد قيمتها سبع مليارات ونصف لمناطق هبي الموبوءة